مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تحاصر أزمة جديدة حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في ظل فقدانها التعاطف الدولي وبدء الولايات المتحدة في تغيير مواقفها الداعمة لحكومة اليمين المتطرف تزامن ذلك مع الهجوم الحاد الذي شنته المعارضة الإسرائيلي على نتنياهو مؤكدة أنه السبب وراء ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسمات فضلا عن فقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة وطلبته بالتنحي عن منصبه باعتباره يمثل خطرا كبيرا على إسرائيل أزمة جديدة تعيشها إسرائيل فصدمة أحداث سابع من أكتوبر ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الإسرائيلي بكافة قطاعاته السياسية والاجتماعية خاصة مع تزايد العزلة الدبلوماسية لها ومع استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة فقدت إسرائيل التعاطف الدولي معها وهو ما أكده التصويت الكبير لصالح قرار الجمعيات العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار الإدارة الأمريكية من جانبها بدأت في تغيير مواقفها الداعمة للحكومة الإسرائيلية حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود خلاف على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ومستقبل الحرب الإسرائيلية في غزة وحتى مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية معلنا أنه يتبرأ من أي تصرف لعين لرئيس الحكومة الإسرائيلية الموقف الأمريكي ظهر أيضا في قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل بيع أكثر من 20 ألف بندقية M16 أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الدخل الإسرائيلي شنت المعارضة الإسرائيلية وهو من حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدة أنه سبب ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات وفقضان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة المعارضة الإسرائيلية طالبت على لسان زعيمها يائر لابيد نتنياهو بالابتعاد عن منصب رئيس الوزراء باعتباره يمثل خطرا كبيرا على إسرائيل ومستقبلها مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أصبحوا لا يعرفون ما سيريد نتنياهو من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وتعهد بن يمين نتنياهو مواصلة الحرب في غزة حتى آخر جندي وعلى نفس النغمة صار وزير خارجيته إلي كوهين الذي أكد أن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو بدونه ومع اقتراب التصعيد في غزة من شهره الثالث لم تسجل إسرائيل أي انتصار على الأرض مع تحقيق المقاومة الفلسطينية لانتصارات كبيرة على قوات الاحتلال كان آخرها مقتل وإصابة أكثر من 17 جنديا وضابط في كمين لقواتها بمدينة غزة وهي الخسارة الأكبر في أكثر من شهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر